اشتركوا في القناة وليه تفسيرات كتير جدا وخاصة الفتاة الغير متزوجة لما تشوف حبيبها مع بنته اخرى في المنام ربما ده بيكون علاء علامة على اصابة هذه البنت بحالة من الحزن والهم الشديد خلال الفترة المقبلة والرأية اللي تشوف حبيبها مع بنته اخرى في الحلم دي دلالة على خسارة هذا الشخص مكانته الاجتماعية بين الناس وعلامة على خسارة الجياه والسلطان صاحب المنام رؤية الحبيب مع بنته اخرى في حلم العزباء ده بيدول على تعرض رأيها لبعض الخسائر في حياتها سواء على الصعيد المالي او المعنوي من خلال خسارة شخص عزيز او عمل او فساد تجارها البنت البكري لما تشوف حبيبها مع بنته اخرى في الحلم ده بيكون دلالة على انه هو بيرتكب العديد من المخرمات في حياته ولازم على الرأيها انه هي يعني تقوم بتحذيره وتجدم ليه النصح علشان يصير في الطريق الصحيح وكذلك الامر بالنسبة للبنت المخطوبة اللي تسوف يعني خطبها مع بنت تانية في المنام ده ربما يكون يعني من يعني ان خطبها بصحبة فتاة اخرى ربما ده بيدل على يعني علامة جيدة بتدل على زوج الفتاة دي خلال الفترة المقبلة وان هي اعتحزة بحياة مليئة بالسعادة وان هي تكون يعني زواجها ده من الشخص ده زواج سعيد والفتاة العزبالي تشوف خطبها مع بنته اخرى في الحلم ده بيشير لي ان الشاب ده بيحمل الحب الشديد للرأيها وبيحرص على ارضها بكافة الطرق ومشاهدة الخطيب وهو بصحبة بنته اخرى في المنام ده بيدل على الترابط يعني الترابط وقوة العلاقة من بين الطرفين وان كله منهم بيشعر بالسعادة مع الطرف الاخر ولا يريد اللي بتاعت عنه والرأيه اللي تشوف في حلمها خطبها وهو مع بنته اخرى في الحلم بتكون يعني من الرؤى اللي بترمز لبلغ الفتاة لجميع ما تريده من غياته وامنيات البنت التي لم يسبق لها الزواج وكانت عزبا وشافت في منامها ان حبيبها بيكونها مع بنته اخرى زاد صلة بيها وتعرف الرأيه في الواقع ربما دي بتدل على وجود بعض صديقات السوق في حياة صاحبة الحلم او المنام ولازم ان هي تحذر منها والرأيه اللي تشوف حبيبها هو بيخلها مع بنت يعني تانية والبنت دي الرأيه او صاحبة الحلم دي تعرفها ربما ان هي تخسر الشخص اللي بتحبه بسبب الاشخاص المحيطين به في حياتها ورؤية البنت العزباء خيانة حبيبها لها ربما تدل على ان هم بيعيشوا في حالة من القلق والتوتر وعلاقاتهم يعني ربما يعني فيه انفصال ما بينهم وخيانة الحبيب في المنام ربما تدل على ارتكاب هذا الشاب العديد من الجنوب والمبقات في حياته وانه هو ربما شخص فاسد وهنا ربما تكون رؤية تعذيرية للرأيه ان هي تبتعد عن هذا الشخص لربما ان الشخص ده غير مناسب لها فهنا يعني ربنا عز وجل بيبعط لها الرؤية دي او الحلم ده علشان يحذرها من الشخص ده لا ربما ان الشخص ده بيتمنى لها الهم وربما ان هو هيسبب لها مشاكل وهو مش هيجوزها ولا شيء احبا في الله يا ربنا بشركم وكل خير اه اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية متعلقة بالحبيب او رؤية وعايز او حلم وعايز يفسره يالي تكتبهن اه اسفل الفيديو علشان نفسر لكم فصل وختم ما تنسو تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان القناة يمكن توصل لكبر خضر منكم من الناس والى اللقاء فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله